اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هو رياضي يعني مارس عدة رياضات وبالتالي حضوره اكيد راح يكسب هذه الفعالية زخم كبير من ناحية طبعا التنظيمية والجماهيرية والعلامية ولا شك ان حضوره يشكل حافز وتواجد ايضا يعطي الحدث يعني اهمية كبيرة ويؤكد بما لا يدع للشك بان اسمه دائما هو موجود في قلب الحدث هو داعم لكل الرياضيين ومهتم بهذه الفعالية اللي احنا في اللجنة والانبياء دائما نحرص على تنظيمها بافضل حلة بابها صورة بنانعة توجهات سموه وبجهود طبعا الامير العام للجنة والانبياء سعارة سيد فارس مصطفى الكوهجي لا ننسى ايضا جهود جميع اللجان العاملة التي تعمل بكل يعني اجتهاد وجد طبعا امس كان يوم جمعة كان يوم اجازة لكن الموظفي اللجنة والانبياء كانوا يعملون كخلية نحل كانوا متواجزين منذ الصباح الباكر امس حتى ساعات متأخرة من الليل يعني الاعداد والتجهيز والترتيب لهذه الفعالية فبالتالي يعني اكيد الجميع يحرص على ان تقام هذه الفعالية بنجاح من جميع النواهي اعلاميا فنيا تنظيميا لان وجود سموه اكيد او توجيهات سموه دائما تصوب في هذا الاتجاه وان شاء الله نأمل بان تحوز هذه الفعالية على رضا واهتمام الناس ويعني سعادتهم احنا اخترنا اليوم اليوم السبت ويوم اجازة حتى تكون الفعالية متنفسة للأسرة البحرينية ولا ننسى ان اهداف اليوم لأولمبي دائما هي تصوب في التشجيع على مارسة الرياضة لما لها منعكاسات ايجابية على تعزيز الصحة البدنية والنفسية ايضا اليوم الرياضي يهدف الى تعزيز القيم الأولمبية الاحترام السلام التزام التعاوم مثل ما نعرف احنا الرياضة تقدم رسالة نبيلة للمجتمع تعطينا قيم تزرع في المجتمع للأخلاق فبالتالي يعني اكيد اقامة هذا اليوم الأولمبي لحنا ننشر هذه الرسائل للمجتمع بالاضافة لما يعني تمثلها الرياضة من اهمية كبيرة في حياة الشعوب وباعتبارها طبعا اسلوب حياة طبعا الهدف الاساسي من اليوم الأولمبي هو يقام تحت شعار فلنتحرك فهي رسالة للجميع للتحرك وممارسة النشاط البدني من اجل الصحة اذا سيد حسن علي احمد رئيس قسم الاعلام باللجنة الأولمبية البحرينية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة